هنا في قاعة مجلس الأمن اجتمع مندوب دول العالم لعدة ساعات في محاولة لإيجاد حل لمسألة إدلب ألقوا كلماتهم ووجهوا اللوم لبعضهم وانفضوا دون الإجماع على شيء سوى هول الكارثة التي سيلحقها النظام وحلفاؤه بحق المدنيين في حال شن عمل عسكري هناك الولايات المتحدة التي دعت المجلس للالتئام صدرت مندوبتها نيكي هيلي لتوجيه العتاب لروسيا بعد اتخاذها خيارا خاطئا بدعمها اللامحدود لهذا الدكتاتور قاصدة بشار الأسد هيلي لم تتأخر عن وصف موسكو بالدولة المعزولة عن محيطها وأنها سترتكب خطأ تاريخيا بدعم معركة إدلب لكن مندوبة بريطانيا كارين بيرس كانت لأجرأ عندما حذرت ماهر الأسد بالاسم من مغبة التورط بعمل عسكري هناك عمل ستكون تداعيته مأساوية على كل الأصعدة وليس على المستوى الإنساني فقط ندعم جهود تركيا للتوصل إلى حل في إدلب ونعلم أن حياة ثلاثة ملايين مدني هناك على المحك لذلك نحث روسيا وإيران على نزع فتيل الأزمة ومنع عمل عسكري سيكون كارثيا على الجميع أما مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر فذهب أبعد من الجميع عندما أشار لموجات الهجرة التي ستحدث بعد اجتياح المنطقة وهو ما لا تريده أوروبا ولا حتى تركيا لكن المندوب الروسي فاسليني بينزيا وكعادته فجر القنبلة في هذه الجلسة عندما تحدث عن استعداد فصائل الجيش الحر لعقد مصالحة مع النظام في إدلب دون انكشف عن مصادر هذه المعلومات رافضا في الوقت نفسه ترويج الحاضرين لمفهوم حماية المدنيين منوها أن كل هذا ليس إلا لتحقيق غايات سياسية تخصهم ليعطي المجال بعدها للمبعوث الأممي ستيفان ديمستورا الذي تولى اختتام الجلسة بالقول علينا أن نعي أن معركة إدلب ستكون دموية ولن يكون هناك ملجأ للمدني للفرار إليه وعلينا التفريق بين هؤلاء المدنيين وبين العناصر المتشددة التابعة لجبهة النصر الذين تعتزم الدول محاربتها إذن وبحسب ديمستورا لا مناصة من محاربة ما أسمهم المتشددين في إدلب والسبيل لإنقاذ المدنيين هناك لن يكون إلا بفتح ممرات إنسانية لهم ممرات لن تفضي إلا لمناطق النظام بحسب ناشطين تهم ديمستورا نفسه خلال مظاهراتهم في الداخل السوري بالتواطئ مع أطراف يعرفها جيدا بهدف القضاء عليهم